أبواق مواني المنطقة الاقتصادية في السادسة والنصف مساء الأحد اللي هو أنا بتكلم حضراتكو الساعة ستة ونص دلوقتي النهاردة دلوقتي حالا خليني أرحب على التليفون بالأستاذة هند فتحي واستشار الأعلامي المتحدث الرسمي باسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أستاذة هند مساء الخيري فاند مساء النور يا أستاذة عزة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيكي فاند اشرحيلي أو وضحيلي يعني إيه إطلاق أبواق مواني المنطقة الاقتصادية دلوقتي حالا ده بيحصل دلوقتي حالا بيحدث في مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل غرب بورسعيد والأدبية ومين العين السخنة الصفن والقاطرات البحرية المتركية على الأرصفة بتطلق صافرات تحية واجبة شكر وتقدير وامتنان لكل الرجال العاملين في الموانئ وكل الجنودنا جنود الجيش الأبيض تقديرا مننا فيهم وتحية أنهم بيخدمونا وبيشتغلوا من أجلنا دلوقتي حالا بيحصل في الأماكن اللي حضرتك قلتها حالا وحنبقى نرفع الفيديوهات الخاصة بالصفرات دي وكل العاملين أنت يا حضرك لا تتخيلي أن العاملين في الموانئ في جميع القطاعات لأنه العمل مستمر يا فندم مش كده العمل مستمر في الموانئ المحلية مع الاحترازات مع الاحترازية وطبعا الطب الوقائي والحجر الزراعي وهي ترقب على سلواردات والصفن الحركة الملاحية عندنا لم تتوقف في موانئ المنطقة الاقتصادية وبشكل عام موانئ الجمهورية تبعا لقرار السيد رئيس الوزراء والناس شغالة في ورديات وفي طبعا إجراءات وقائية بياخدوها والحركة الملاحية شغالة إحنا بيجي لنا بضائع وفي سلع استراتيجية بتخش الدولة فالأواق التي أطلقت ساعة سادسة ونصف وإحنا بنتكلم حالا دي تقدير وشكر لكل واحد بيخدمنا وإحنا قاعدين في بيوتنا آمنين تحياتي ليهم يا فندم تحياتي ليهم أستاذة هندو تحياتنا لكل الجنود شكرا للحضر يا رب بشكرك